عن مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسل سلامة عطلة مع التحية السلامة إذن هناك تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع وخاصة فيما يتعلق باجتماع زعماء دول الاتحاد الأوروبي ودول البلقان اليوم في العاصمة الألبانية تيرانا مناقشة تحدث موضوعات هل لك أن تحدثني عن هذه التفاصيل مساء الخير هذه القمة الأولى من نوعها بين دول الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان لم يكن ذلك ليحدث لو لا الحرب في أوكرانيا وأهمية هذه المنطقة من الناحية الأمنية والاستراتيجية اليوم يذهب 27 زعيم ل27 دولة أوروبية مرة واحدة ليلتقوا في تلك المنطقة مع ست دول ليقولوا لهم بأننا الشريك الأنسب لكم والأكثر جاذبية لقطع الطريق على النفوذ الروسي والنفوذ الصيني لأن الاتحاد الأوروبي الآن بدأ ينتبه لخطورة التواجد الروسي هناك أو غياب الأمل لدى هذه الدول بأن تكون يوما عضوة في الاتحاد الأوروبي وهذا هو الطموح المشترك للدول الستة التي تجلس اليوم مع 27 زعيم أوروبي لكن المسألة أيضا هناك مطلب أوروبي واضح بأن تكون هذه الدول إلى جانب أو تحت مظل السياسة الخارجية الأوروبية هذا المطلب مقابل أن يقدم الأوروبيون الميزات الاقتصادية سواء بتسريع عملية الانضمام إلى دول التكتل الموحد أو بخلق فضاءات اقتصادية جديدة للتعامل بين هذه الدول وبين دول الاتحاد الأوروبي إذن المصلحة الأمنية والسياسية مقابل المزايا الاقتصادية وليقول الاتحاد الأوروبي بأننا شريك أفضل من روسيا ومن الصين لكن تقدم هذه الدول السلامة في هذه النقطة بالتحديد لعضوية الاتحاد الأوروبي متوقف منذ حوالي عشر سنوات المساعدات المالية التي تقدم لهم وخاصة مؤخرا يعني حوالي خمسمائة مليار يورو قدمت لهذه الدول من قبل الاتحاد الأوروبي هل هذا ممكن أن يطمئن هذه الدول للوقوف صفا واحدا مع دول الاتحاد الأوروبي المتواجدة في العضوية الاتحاد الأوروبي كان يعيش شعور يأس من التوسع ومن الانضمام بعد أن وجدت الكثير من المشاكل بسبب الدول التي انضمت مؤخرا كبولندا والمجر ورومانيا وغيرهما في سيادة القانون وفي الحريات وفي المعايير الاقتصادية هناك الكثير من المشاكل التي لم تنضبط فيها الدول المنضمة حديثا إلى قواعد الاتحاد الأوروبي وإلى المشروع الذي سبقهم هذا يأس الأوروبيين من فكرة فتح الباب أمام التوسع وبقيت هذه الملفات في الدرج لأكثر من عقد من الزمن وكثير من المسؤولين في الدول المرشحة للانضمام واجهوا الدول الأوروبية ومسؤولي الدول الأوروبية بكثير من الغضب لماذا نحن أمام ملفات شبه مجمدة ولا تعطى أي اهتمام وأي أولوية الآن الموضوع اختلف تماما الآن الاهتمام الأوروبي مدفوع بمخاطر استراتيجية حقيقية ومدفوع بإدراك واضح أننا إذا غبنا عن تلك المنطقة فإن روسيا هي البديل روسيا هي البديل بمعنى أن روسيا قفزت إلى منطقة قريبة من قلب أوروبا تجاوزت حتى أوكرانيا ووصلت إلى مناطق قريبة من القلب في أوروبا وهذا بالتالي يشكل تهديد أمني كبير وأيضا يضاف إلى ذلك السعي الأوروبي دوما لتأمين النقل البحري وضمان سلامة سلاسل التوريد وهذه الدول تطل على عدة بحار هي شبه جزيرة تصل البحر الأسود بالبحر المتوسط والكثير من البحار التي تشكل رافدا حيويا لاستمرار التجارة الأوروبية أيضا إذن أشكرك على هذه التفاصيل سلامة عطالة مراسل القاهرة الإخبارية كنت معنا مباشرة من بروكسل ترجمة نانسي قنقر